أخيرا اليوم بش نتحدثوا على بيان أهل القانون فيما يتعلق بتعديل القانون الانتخابي ونقصد أخص بالذكر بأهل القانون هما أستيث القانون والعلوم السياسية اللي رفضوا التعديل البرلماني هذي الأخير للقانون الانتخابي ولا أفضى بإقصاء المحكمة الإدارية من النزاع الانتخابي دونك تتفكروا أنتم إلا أحنا تكلمنا برشاق بل على كونه ممنوع المس من القوانين الانتخابية في السنة الانتخابية تكلمنا أول مدعاة كتلة في البرلمان هذي الحالي خرجنا نهار تلا خرجت الوثيقة هذيك والدعوة هذيك ومشروع القانون هذيك خرجت وقلت رهو عيب رهو ميجيش رهو كل شيء ولا بالمكشوف رهو توا ما عادش معناها رهو ولينا مخالفين للمعايير الدولية معناها فرونتال رهو ولينا فما رهي اتفاقيات تونس موقعة فيها تعرف أنتم إلا الاتفاقيات الدولية إلا تونس عوضوا فيها نحكي مش نحكي تبعية للخارج ولا خوف من الخارج لا نحكي إلا تونس عوضوا فيها بإرادتها ذونك هذيك رهو يجب أن تمتفل البلاد إلى كل المرسيم والقوانين إلا تنصها المعاهدات الدولية هذية يعني مش كان تونس البلدان الكل تحترم المعاهدات الدولية البلدان الكل سواء نامية متخلفة متطورة متقدمة البلدان الكل دونك أحنا خالفنا كل هاته النوميس وكل هاته القوانين الدولية والوضعية والمحلية ولا تحبونتما اليوم أخيرا أستاذة القانون الدستوري وأستاذة القانون بصفة عامة والعلوم السياسية يتفعلوا ويجاوبونها ويستجيبوا لمطلب الشعب التونسي إلا عنها قداش نقول لهم أخرجوا من 25 جوليا وإحنا نقول لهم أخرجوا أعطيوا رأيكم رأيكم تقريوا في القانون رأيوا حتى قدام الليزيتو ديوم تاعكم شي حشا ما اللي قاعد يصير في البلاد ما تجمش أنت تقريه حاجة نظرية ويشوفوا في عكسها متبق على الساحة السياسية ولا على الساحة القضائية وخرجوا وتكلموا أخيرا خرجوا بان ميوفوتار كجامي لما حاله هو متأخر جدا ولكن مش مشكل هما لما حاله برقوا ذمتهم اليوم خاطر معناها شي فاق على حده يقول لك حتى غدوة وحفظا لماء الوجه رأيهم أنت جموش نخبي وجوهنا غدوة خرجوا وعملوا بيان مشكورين هنا بش نقرأ لكم هذا البيان بيان أستتيفة القانون والعلوم السياسية ردا على تعديل قانون الانتخابات لا لهدم ما تبقى من دولة القانون نحن الممذيات والممذون أسفله أستتيفة القانون والعلوم السياسية بالجامعة التونسية التزاما مننا برسالتنا التعليمية النابيلة المعلية لدولة القانون وانسجاما مع المبادئ التي درسناها تيلة سنوات وعقود في الجامعة التونسية لأجيال من الطلبة ومن منطلق الأمانة والنزاهة العلمية والأكاديمية وفي ذوق مصادقة مجلس نواب الشعب يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 على مقترح القانون الأساسي عدد 69 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 للمؤرخ في 26 مايو لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي تم ختمه ونشره بالرائد الرسمي بعد يوم فقط من المصادقة عليه نعتبر أن نقطة أولا مشروع تنقيح القانون الانتخابي يمس من مبدأ الأمان القانوني واستقرار الوضعيات والمراكز القانونية والثقة المشروعة في التشريع وخاصة مبدأ الاستشراف إذ لا يجوز تغيير قواعد الرهان الانتخابي في سنة الانتخابية وفق ما تستلزمه المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات ثنين سحب اختصاصات القضاء الإداري والمالي وإسنادها للقضاء العدلي ينطوي على خرق لنظام الازدواجية القضائية فضلا عن أنه ينال من الثقة المشروعة للمتقاضين في العدالة وهو ما تأباه دولة القانون والمؤسسات ثلاثة نذكر بما جاء برأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الرافض لتنقيح القانون الانتخابي والذي تضمن خاصة أن سريان أحكام الفصل الثالث من مقترح القانون على النزاعات الانتخابية التي تم البد فيها يتعارض مع مبدأ حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بخصوص النزاعات التي تم البد فيها بالنسبة لانتخابات سنة 2024 ولقاعدة اتصال القضاء بشأنها وهو ما يقوذ الثقة المشروعة في القضاء ونزاهة أعماله وبناء على هذه الخرقات والتجاوزات غير المسبوقة نعتبر أن ما قام به البرلمان من مصادقة على تعديل القانون الانتخابي أسبوعا قبل إجراء الانتخابات فيه مخالفة صريحة للمبادئ التي تقوم عليها دولة القانون الإسراع بختم هذا القانون من طرف رئيس الجمهورية يتنافى ودوره كظام لعلوية الدستور خاصة في غياب المحكمة الدستورية ثلاثة انخراطه بوصفه مترشحا للانتخابات الرئاسية في مسار تعديل القانون الانتخابي يمس من نزاهة العملية الانتخابية القائمة الأولية للأساتذة الممذيات والممذين وعطاكم القائمة الإسمية كاملة ما شاء الله عشرات الأساتذة من أساتذة القانون والعلوم السياسية دونك هذي مثالش أحنا كما قلتم يوفو تاركو جميع أحنا في أمس الحاجة اليوم والبارح كنا في أمس الحاجة أكثر ولراه مسارش هذا الكل إذا كان خرجوا هما وعطاوا وأدلاوا بموقفهم ولكن مش مشكل موقف إيجابي موقف يذكر فيشكر موقف لعلّا لعلّا تستفيق فيه معناها ما تبقى من العقول معناها في تونس ما كم تعرفون انتوما الجوقة الحالية توا أي إنسان ينقد نقد يجيوا ضدوا الناس الكل ما هم همش مكانتو ما هم همش معناها النيفو أكاديميك متاعه ومستواه العلمي والأكاديمي يعني تاوش بش يقوله هذو مقاسات متاع قانون وعمداء متاع كليات قانون شنو بش يقوله بش يقوله من الفاسدين